انقطع طيار الكهربائي عن عشرات آلاف الأوكرانيين صباح اليوم في وسط وشمال شرق أوكرانيا بعد هجوم روسي جديد بطائرات من دون طيار خلال الليل وأفدت القوات الجوية بأنها تمكنت من إسقاط 11 من أصل 24 مسيرات متفجرة أطلقت فوق مناطق دينيبرو وكيروفوغراد وخيرسون وخاركيف وفي غريفيريغ تسببت غارة بمسيرات في حرمان حوالي 40 ألف شخص من الكهرباء وفقا لحاكم منطقة دينيبرو وتواجه أوكرانيا هجمات جوية كل ليلة تقريبا وترد القوات الأوكرانية عبر إطلاق مسيرات وصواريخ ضد روسيا تستهدف بشكل خاص منطقة بيلغورود الحدودية الروسية